السلام عليكم ورحمة الله. موضوع درسنا لليوم وحدات المساحة للصف الخامس الأساسي. إن شاء الله رح نتعرف خلال هذا الدرس على وحدات المساحة ورح نتعلم كيف نحول بين وحدات المساحة ورح إن شاء الله نحل مسائل عملية تتعلق بوحدات المساحة. بداية خلينا نراجع مع بعض مفهوم المساحة. تعرف المساحة بأنها عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل. عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل. المساحة بتكون داخلية. مثل ما إنتوا شايفين أمامنا شكل هندسي يسمى مستطيل. كلنا بنعرفه. مقسم إلى عدة مربعات. كل مربع من هذه المربعات تسمى وحدة مربع. أنا أخدت هون قطعة من هذه المربعات. أخدت مربع صغير كامل. طول ضلع هذا المربع يساوي وحدة طول واحدة. وحدة طول واحدة. يعني من هون وحدة طول واحدة المربع هذا كامل اللي طول ضلعو وحدة طول واحدة يسمى وحدة مربعة واحدة لو جيت بدي أعرف الوحدة المربعة الوحدة المربعة عبارة عن مربع طول ضلعو وحدة طول واحدة إذن الوحدة المربعة هي مربع طول ضلعه وحدة طول واحدة كما شاهدنا الآن خلينا نعد حتى نحسب مساحة الشكل المجاور أمامنا خلينا نعد الوحدات المربعة المكونة لهذا الشكل التي تغطي هذا الشكل من الداخل عندما نقول مساحة المساحة داخلية مساحة سطح عم نحكي عن مساحة سطح فخلينا نشوف من كم وحدة مربع يتكون هذا الشكل واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن مساحة هذا الشكل تساوي عشر وحدات مربعة الوحدة المربعة قد تكون بالسنتيمتر المربع ماذا نعني بالسنتيمتر المربع؟ السنتيمتر المربع من وحدات المساحة التي تستخدم لقياس المساحات الصغيرة تستخدم لقياس المساحات الصغيرة نسبياً مثل ما أحكي مساحة إذفر مثل إذفر مساحة إذفر الإبهام أي إذفر ممكن أحكي مساحة ورقة مثل ما أنتم شايفين هون عندنا الورقة مساحة سطح هذه الورقة إذن السنتيمتر المربع ممكن أن أعقيس فيها مساحة ورقة ورقة دفتر ممكن مساحة إذفر ممكن مساحة سطح ممحة وهكذا بمعنى آخر السنتيمتر المربع عبارة عن مربع طول ضلع سنتيمتر واحد عبارة عن مربع طول ضلع سنتيمتر واحد في عنا من وحدات المساحة أيضاً المتر المربع المتر المربع خلينا نحكي بنقيس فيه مساحات أكبر من السنتيمتر المربع بنقيس فيه مساحة غرفة ممكن سطح الطاولة ممكن جدار غرفة ممكن مساحة باب إذن المتر المربع هي وحدة لقياس مساحات مختلفة ممكن تكون متوسطة مساحة غرفة مساحة سطح طاولة مساحة جدار غرفة مساحة باب فالمتر المربع عبارة عن وحدة مساحة خلينا نحكي ممكن إحنا نستخدمها في حياتنا اليومية أيضاً من وحدات المساحة في عنا الدنوم وهي الأكثر شيوعاً الدنوم ممكن إحنا نستخدمها لقياس مساحات الأراضي مساحة قطعة أرض ممكن مساحة ملعب ممكن مساحة مدرسة وهكذا خلا في عنا أيضاً من وحدات المساحة الكيلو متر المربع الكيلو متر المربع كيلو متر مربع اختصارها الكم وفقها التنين اللي الصغيري هاي كيلو متر مربع الكيلو متر المربع تستخدم لقياس المساحات الكبيرة جداً لقياس المساحات الكبيرة جداً مثل خلينا نحكي قياس البحار مساحات البحار ممكن مساحات المحافظات مساحات المطارات وهكذا الآن معنا السؤال ضع وحدة المساحة المناسبة سنتيمتر مربع او متر مربع او كيلو متر مربع او ظنم لقياس مساحة كل مما يلي ورقة دفتر ورقة دفتر مساحة ورقة دفتر تلاتمائة سنتيمتر مربع سنتيمتر مربع مساحة مدرسة مساحة مدرسة تنين دنم تنين دنم اللي هي المساحة المناسبة باب غرفة مساحة باب غرفة تنين متر مربع مساحة محافظة جرش أربعمية وعشرة كيلو متر مربع مساحة سطح طاولة خمس وسبعين من مئة من المتر المربع حكينا سطح طاولة بالأمتار المربع مساحة أرض مطار الملكة علياء تنين وعشرين كيلو متر مربع كيلو متر مربع في عنا مساحة سطح علبة منديل ورقية ميتين واربعين سانتي متر مربع لأنه علبة المناديل صغيرة مساحة سطح منزل عنا هون خمسة من عشرة الخمسة من عشرة هي نفسها النص هون الأفضل إلها دنم سطح المنزل قد يقاس بالأمتار المربعة وقد يقاس بالدنمات لما نحكي خمسة من عشرة دنم وكأنه عم نحكي خمسمائة متر مربع الخمسة من عشرة اللي هي نص هي نفسها خمسمائة متر مربع اللي هي نفسها نص دنم الآن خلينا نشوف العلاقة بين وحدات المساحة حتى نقدر نحول بين وحدات المساحة الواحد كيلو متر مربع بساوي ألف دنم خلينا نحاول نعملها بشكل سلم بساهل علينا الكيلو متر مربع فيها ألف دنم الدنم فيها ألف متر مربع ألف متر مربع المتر المربع بدنا نشوف قديش فيها 10 ألف سنتيمتر مربع نشوف من وين يجت الأمتار المربع للسنتيمتر المربع لما بدي أحولها كلنا يعلم أن المتر هي وحدة طول المتر لحالها وحدة طول المتر يساوي 100 سنتيمتر لما أحكي متر مربع يعني أنا بدي أضرب الميت سنتي في الميت سنتي رح يطلع عندي 10 ألاف سنتيمتر مربع إذن الواحد متر مربع يساوي 10 ألاف سنتيمتر مربع نرجع للدرجة اللي عملنا عنا كيلو متر مربع فيها ألف دنم عنا الألف متر مربع فيها 10 ألاف سنتيمتر مربع هلا لما بنحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بنستخدم عملية الضرب والعكس بنستخدم عملية القسم أي للتحويل من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة بنقسم في الوحدات اللي معانا في درسنا لليوم أكبر وحدة للمساحة الكيلو متر مربع وأصغر وحدة السنتيمتر المربع لو جينا هلا بنحكي الكيلو متر المربع طب كم متر مربع فيها؟ كم متر مربع فيها؟ خلينا هون نربطهم في بعض الكيلو متر كما تعلمناها سابقا هي وحدة طول فيها ألف متر لما أحكي كيلو متر مربع يعني ألف ضرب ألف رح تعطينا مليون واحد وعلى يمينها ستة أصفار مليون متر مربع إذن الكيلو متر المربع فيها ألف ضنم وأيضا تساوي مليون متر مربع خلينا شوف كيف بدنا نحول حول كل من المساحات الآتية إلى الوحدة المقابلة لها في عنا 87900 سنتيمتر مربع من نحولها لأمتار مربع سنتيمتر مربع وحدة صغيرة من نحولها لوحدة أكبر نستخدم عملية القسمة مثل ما إحنا شايفين بدنا نقسم سبعة وتمانين ألف وتسعمية على عشرة آلاف هون أنا في عندي أصفار موجودة في البسط وأصفار موجودة في المقام البسط هون اللي هو المقسوم والعشرة آلاف هون هي المقسوم عليه بدي أختصر الأصفار صفر من أحد المقسوم مع صفر من أحد المقسوم عليه وهون صفر من عشرات المقسوم مع صفر من عشرات المقسوم عليه صار عنا خطوة جديدة تمنمية وتسعة وسبعين على مية على مية هون بيذكرنا بمبدأ الكسور العشرية لما تكون المية في المقام معناها الكلام أنا عندي منزلتين عشريتين فبحط التمنمية وتسعة وسبعين والفاصلة بحطها بعد منزلتين بعد منزل منزلتين وبحط الفاصلة الجواب تمانية صحيح وتسعة وسبعين من مئة من الأمتار المربعة 24 كيلومتر مربع بدي أحولها إلى دنم من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بستخدم عملية الضرب لو رجعنا للدرجة اللي عملنا الكيلومتر المربع فيها ألف دنم هون بأدرب في ألف رح يعطيني 24 ألف دنم عنا هون 12 متر مربع بدي أحولها لسانتيمترات مربعة نفس الشي هون من متر مربع لسانتيمتر مربع من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة بدي أضرب هون في عشرة آلاف نضرب 12 في العشرة آلاف رح يعطيني 120 ألف إذن 12 متر مربع تساوي 120 ألف سانتيمتر مربع الآن لدينا 9 ملايين ومئة ألف 9 ملايين ومئة ألف متر مربع بدنا نحولها لكيلومترات مربع إحنا متفقين إنه الكيلومتر المربع يساوي مليون متر مربع هلا بما إني بدي أحول من أمتار مربع لكيلومترات مربع معنا أنا بدي أستخدم القسمة على مليون لأنه بدي أحول من وحدة صغيرة لوحدة كبيرة خلينا نختصر الأصفار ننتبه ونتبع صفر مع صفر بروح صفر مع صفر بروح صفر مع صفر بروح وعنا هون صفر مع صفر بروح وصفر مع صفر بروح صارت عندي خطوة جديدة 91 على عشرة بنكتبها بصورة عشرية بننزل 91 وبنحط الفاصلة من اليمين لليسار منزلة واحدة فقط لأنه عندي أنا في المقام هون صارت عشرة فإذن الجواب تسعة صحيح واحد من عشرة من الكيلومتر المربع عندي أنا هون سبع دنومات بدنا نحولها لأمتار مربع مثل ما نعرف إنه الدنوم يساوي ألف متر مربع أنا هون من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بدي أضرب أضرب سبعة ضرب ألف ره يعطيني سبع آلاف متر مربع في عندهم مثال اشترى خليل ورق جدران مساحته تنين متر مربع وقد استعمل منه تلات عشر ألف سمتر مربع احسب كمية ورق الجدران التي لم يستعملها خليل بالأمتار المربع كمان مرة خليل عنده ورق جدران مساحته تنين متر مربع استعمل منه استهلك استخدم منه تلات عشر ألف سمتر مربع احسب كمية ورق الجدران التي لم يستعملها خليل بالأمتار المربع أنا هون حتى أقدر أعرف الجواب لازم أعرف العملية المناسبة للحل العملية المناسبة للحل هي عملية الطرح لكن قبل عملية الطرح لازم أحول الكمية اللي استخدمها خليل اللي هي تلات عشر ألف سمتر مربع بدنا نحولها للأمتار المربعة لأنه طالب عندي الجواب بالأمتار المربعة من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة بقسم وبما إنه المتر المربع يساوي عشرة آلاف سمتر مربع معناه أنا بدي أقسم على عشرة آلاف نختزل أو نختصر الأصفار أصفار من المقصوم مع أصفار من المقصوم عليه رح نختصرها صفر مع صفر بيروح صفر مع صفر بيروح صفر مع صفر بيروح سعر عندي تلات عشر بقدر أكتبها بصورة عشرية واحد صحيح وثلاثة من عشرة متر مربع هاي الكمية اللي استهلكها خليل الكمية المستهلكة أو المستعملة أو المستخدمة اللي استخدمها خليل هلا الكمية المتبقية من ورق الجدران الكمية المتبقية لدى خليل من ورق الجدران لدى خليل طبعا تساوي تنين كمية الورق الموجودة اصلا تنين متر مربع ناقص واحد وثلاثة من عشرة متر مربع على جانب خلينا هيك حتى ما نكون دقيقين في اجابتنا نحاول نطرحها بالشكل العمودي لانو انا في عندي هون المطروح بالكسور العشرية بنرتب متل ما احنا شايفين التنين بنقدر نكتبها بصورة عشرية انو التنين عدد صحيح بنحطها على يسار الفاصلة نطرح سفر ناقص ثلاث ما بنقدر نستلف عشر ناقص ثلاث سبعة واحد ناقص واحد سفر يساوي سبعة من عشرة متر مربع هون الكمية المتبقية معنا السؤال تلاتة صفحة 138 من الكتاب مساحة احدى القرى السياحية تنين كيلو متر مربع ضمت البلدية اليها منطقة مساحتها خمس وعشرين الف متر مربع كم اصبحت مساحة القرية بالامتار المربع لازم نفهم السؤال بشكل جيد عنا مساحة احدى القرى السياحية اعطاني اياها في السؤال تنين كيلو متر مربع ضمت البلدية ضمت يعني اضافت اضافت البلدية اليها منطقة مساحتها خمس وعشرين الف متر مربع المطلوب كم اصبحت مساحة القرية بالامتار المربعة بدنا الجواب بالامتار المربعة انا هون كعملية بدي استخدمها عملية جمع لانه انا كان عندي مساحة وضفت عليها مساحة اخرى لكن بدنا الجواب بالامتار المربعة عشان هيك بدي احول مساحة القرية السياحية الى امتار مربعة يعني اتنين كيلو متر مربع بدنا نحولها الى امتار مربعة ومتفقين انه من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة بدنا نضرب فالتنين كيلو متر مربع بما انه الكيلو متر المربع بيساوي مليون متر مربع بدي اضرب التنين في المليون رح يعطينا مليونين متر مربع هلا نحكي مساحة القرية السياحية كاملة تساوي مليونين زائد 25 ألف رح يكون الجواب مليونين و 25 ألف متر مربع هيك بنكون طلعنا مساحة القرية السياحية كاملة